اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمناسبة تعيينه متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح في اداء مهامه الدبلوماسية في تدعيم وتعزيز مد جسور التعاون القوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة والتي ترتكز على قاعدة صلبة من وشائج القربة والمصير المشترك مشيدا سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الاماراتية من تطور مستمر في شتى المجالات في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من روابط متميز وحرص متبادل على بناء نموذج للتعاون الثنائي الذي يحقق المصالح المشتركة واشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده دولة الامارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الحكيم من نهضة وتقدم في مختلف المجالات معربا سموه عن تقدير مملكة البحرين واعتزازها بمواقف دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا الداعمة والمساندة لها في مختلف الظروف مما يجسد متانة وعمق العلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين وحمل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سعادة السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بنقل تحياته وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة متمنيا للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله من جانبه رفع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال وما يوليه سموه من دعم ورعاية لكل ما من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مؤكدا أن العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تشكل مثالا يحتذا به في علاقات التعاون المتميزة بين الأشقاء مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في مختلف المجالات تشهده مملكة البحرين